ليه صباح الخير الاخبارية السورية ان شاء الله كل السوريين بألف خير بمناسبة يوم المرور العالمي اكيد الرابع من ايار يحتفل العالم بيوم المرور العالمي ومن شوي بصحة اليين صار عرض او مثل مهرجان صغير لفرع المرور في دمشق يعني الاحتفالات ما زالت قائمة مع ايضا الاركسترا التابعة لوزارة الداخلية واليوم رح نحكي عن هيدا المهرجان يلي اقاموا فرع مرور دمشق بتعاون مع وزارة الداخلية ورح يحكي لنا اكتر عن هيدا المهرجان او الاحتفال يلي اقيم الملازم اول ناسيم صباح الخير كل عام وانت بخير وانتو بألف خير يا رب وكل عام ووطننا وقائد وطننا وجيشنا ورجال قوى الأمن الداخلي بألف خير واختنا المواطنين يعني بالبداية بدنا نقلكون شكرا على كل شي عما تقدموا وشكرا على تضحياتكم وشكرا على وقوفكم ليل النهار وبجميع الظروف من اجل حماية المواطنين اليوم بمناسبة عيد او يوم المرور العالمي رسالة من حضرتك بتحب توجهه او خلينا نحكي اكتر عن هيدا المهرجان يلي صار من شوي والعروض ايضا المهرجان هو يعني مثل الكرنفال بسيط هو لا فرع مرور دمشق طبعا التابع لادارة المرور بوزارة الداخلية هو عرض وتذكير يعني بأهمية العمل المروري بهذا اليوم وحب انا توجه اول شي كمان لاخوتنا المواطنين انه التقيد يعني التقيد بقانون السير والتعاون مع رجل مرور رجل الشرطة مرور لتطبيق قانون السير من اجل تحقيق السلامة العامة للسلامة العامة للجميع يعني لاخوتنا المواطنين او للجميع نعم اليوم يمكن قمتوا بهيدا العرض يلي شفناه هلأ راح باتجاه المزة خلي يمكن ما لحقتوا انتم كتير صار باتجاه المزة لانهنا عملنا جا يعني جولتين ضمن صاحة المرور يعني هي قلب العاصمة دمشق وبعدين طلبت جاه الاستراد بس يمكن ما بعرفش المشكلة عندكم ما ملح انا ناخده لا بس نحنا صورناها اكيد خلينا نحكي عن الوركسترا اليوم لمشاركة كمان بالمعزوفات الوطنية التابعة اكيد للمرور الوركسترا هي تابعة لسريت المراسم بوزارة الداخلية طبعا هون بقيادة سيادة الرائد إليا وهي بتغطي كافة مناسبات الوطنية الخاصة بوزارة الداخلية وبقوة الأمن الداخلية طبعا هون الجيش العربي السوري شكرا كتير لقلك سيادة الملازم أول وان شاء الله ينعاد عليه وان شاء الله بظلوا بخير وبلدنا بخير شكرا كتير امين شكرا كتير لقلك اكيد هلأ الوركسترا رح تقدم لنا شي صباح بخير صباح النور كل عام وانتوا بخير وانت بخير يعني اليوم شفنا عروض من شوي وهلأ رح تقدموا شي احكي لنا اليوم شو قدمتوا بمناسبة يوم المرور العالم قدمنا معزوفات وطنية معزوفة صفة العسكر ومعزوفة في سبيل المجد ومعزوفة موطني وهلأ رح نختم بالنشي السوري يعني اليوم مشاركتكن اداش هي مهمة وسط الساحة في العاصمة دمشق ساحة الامويين اليوم بيمكن هاي مباركة وتهنئة لأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري ولأبطالنا رجال الشرطة وكل حدا بيشتغل بالمرور ايضا لاجل حماية المواطنين يعني احنا هذا اهل شي ممكن ادمه اليوم مناسبة المرور ومناسبة انتصارات الجيش العربي السوري وتحرير البناطق من الارهابيين يعني هذا اهل شي ممكن ادمه انا بدي اتشكركم وخلينا نروح سوى لك وان نكون مع النشيد العربي نعم فدل ونرصد اجواء الاحتفال بيوم المرور العالمي اكيد للفت الانتباه ايضا الى خطورة الحوادث الترقية واليوم سوريا دايما وكل يوم بتشارك بأي فعالية خلال انشطة توعوية متنوعة للمساهمة مثل ما ذكرت بالحد من حوادث السير واليوم نحن رح نقدم اهم العروض يلي عم تشهدها ساحة الامويين هاي الساحة يلي هي يمكن ساحة النصر وساحة ساحة يلي بتشهد عدد كبير من شرطة المرور بيضلوا وقفين يمكن هون هاي التحية مقدمة من الاركسترا اليوم بمناسبة يوم المرور العالمي سبايا برجع بذكر اقيمة يمكن عرض بوجود مراسم فرع المرور تجولوا في ساحة الامويين منذ قليل واتجهوا باتجاه منطقة المزدي هذا العرض كان مميز جدا عروض من الدراجات والسيارات والمراسم الرسمية لفرع المرور نحن دقائق قليلة رح نكون معكم مع النشيد العربي السوري وسط ساحة الامويين في دمشق للاحتفال في اليوم العالمي للمرور نحن دقائق قليلة دقيقة بس لا تبتلق لا تموها وانا خلس عام بالله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة